السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مملاحة سهلة ولديدة لا تأخذ لكم وقت طويل في التحضير لنتمنى أن نهاتنا الإعجاب وتجربوها وقبل أن ندوزو الوصفة اليوم حبيت نذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس بشكل جديد وعلى بركتي الله ندوزو الوصفة اليوم في مقلاسة الثلاثة المعالقة كبارين زيت النباتي وضفت لهم حبة البصل المتوسطة اللي حكيتها في الحكاكة الرقيقة مع جوش فوصوز الثوم ثم نضيف لهم حبة الفلفلة الحلوة اللي قطعتها مربعات صغيرة وحبة الفلفلة حمرة اللي قطعتها هي مربعات صغيرة السمت هنا هي الفلفلة الخضرة وفلفلة الحمرة نضيف لهم يتشحروا شوية فوق النار ثم نضيف لهم ميتين جرام صدر جاج بعد ما أسلقته وفتتوا كيف تشوفوا معايا هنا في الفيديو نضيف هنا نصف كاس ديال الضراء ثلاثة المعالقة كبارين ديال القزبر والمعدنوس ومعالقة كبيرة ديال الشابت اللي هم ورقة البسباس غنضيف معالقة صغيرة ديال الزنجبيل وغنضيف كذلك معالقة صغيرة ديال ليبزار والملحة معالقة صغيرة ديال التحميرة نضيف أربعة معالقة صغيرة ديال الكوركم اللي هو الخركم وغدا نخلط هاد المكونات مزيان من بعد غدا نضيف مئة جرام ديال الكروفيت أو القيمرون ممكن نضيفه حتى المئة وخمسين أو مئةين جرام على حسب المتوفر عندكم غدا نحرك مزيان هاد مكونات لحتيت طبعا عندي الكروفيت هاد مكي يخدش وقت طويل غدا نضيف ليهم معالقة صغيرة ديال سالسات السوجة ومعالقة صغيرة ديال السلسة الحارة ينما كنتوش كتبايوا الحار ما تضيفوش الحار وغدا نضيف نصف معالقة صغيرة ديالت الخل غدا نحرك عو ثاني هاد المكونات كاملة وغدا نعملها هنية في واحد طبيصل أو لفشيبول وبين ما ضفت لها باقي المكونات غدا ناخد الخلاط الكهربائي غدا ندير فيه تقريبا نصف كاس ديال الزيتون الأخضر اللي مزول منه بحالة تقدر زيتون أخضر شرائح وغدا نضيف ليه معالقة كبيرة ديال القصبر والمعدنوس وغدا نطحنهم كيف كتعرفوا القصبر والمعدنوس قد ما كانوا طرينك يعطى واحد المدق زوين بزاف فهنيا بعد ما ضحنتهم غدا نضيفهم على الخليط الأول اللي حضرنا ديال الدجاج مع الكروفيت ونضيفهم منهم ومن بعد غدا نضيف لهم معلقة صغيرة ديال التوابي الخاصة بالكروفيت كتبع جاهزة وغدا نضيف قياس ديال ثلاثة معلقة كبارين ديال الفيلا ديلفيا وغدا نخلطهم مزيان بهذا الشكل كتشفو معايا غدا نغطى لهم ونخليهم في تلاجة ليحتي يبردوا من اللي بردات عندي الحشوة غدا ناخد الورقة ديال البسطيلة وغدا نعمل الحشوة في القلبية بهذا الشكل هذا كلكم كتعرفوا كيفاش ما شاء الله تلفوا لالورقة ديال البسطيلة وغدا نقوم بتقفل عندي بسهولة وغدا نلفها بهذا الشكل كتشوفوا معايا غدا نستمر بنفس الطريقة ليحتي نكمل الورقة اللي عندي كاملة وتكمل عندي الحشوة كذلك غدا نرجع نعمل الخاليطة ديال الدقيق مع الماء في الاخر ديال الورقة باش تصد عندي مزيان ومتتحلش وانا كنقلي في الهدى سيجار فغدا نستمر بنفس الطريقة كيفوت لكم لحتي كمل عندي الخاليط او للحشوة فماشاء الله هاد المكونات كتعطي كمية كبيرة فإذا كنت تدخلوهم المجمد او لا تحتفظوا بهم فقدرواهم في شيء بلاطو ودخلوهم للفريغو حتى تجمدو وقدرواهم من بعد في الزي بلاك ويبقاوا معاكم حال ما بغيتوا في الفريغو هنا انا اقليت وحبات اخرين خليتهم في الفريزر باش نستعملهم من بعد فالاقليتهم هنا في الزيت في الاول نديرو غير دافي لا يكونش سخون بزاف النار تكون متوسطة ومنك يتقلوهم من الجهتين كيكون هدا وشكل ديلهم كيجي ورائع المدق ديلهم كيجي رائع بزاف فاشتركتا معكم هنا يجوج طرق لتقديم ديل هاد المملاحات انتمنى ان الفيديو دي اليوم اينا الاعجاب ديلكم الى كانت هذي اول مرة كتزوروا قناة ما تنسوش تغطوا على زر سابسكرايب الاشتراك تفعيل جرس باش يوصلكم كل جديد كينزل في القناة منزلت داجا في القناة وصفات تانية مملاحات تانية اللي تنفعكم في هاد الشهر الفضيل من بينها هاد سموسة الهندية مع طريقة تحضير العجين ديتها في البيت كتجير رائع وخفيفة وسهلة في تحضير بزاف بزاف مبقى لي انا شكركم الحسن ومشاهدة وحسن المتابعون شوفكم ان شاء الله الفيديو قادم بحول الله